السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هذا الفيديو انا بعملكم جولة في باد جودسبرغ وفي نفس الوقت بحكي لكم علشان ما تملوش بحكي لكم حكاية كيف حصلنا على الاقامة الدائمة في المانيا طبعا مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق انه رحت لقسم الاجانب في البلدية على اساس انه يعملون نحن اقامة بعد ما انتهت الخمس السنوات فرفضت وقالوا نحن انه انه احنا لازم نرجع البلد لانه نحن جينا بالغرين كارد والغرين كارد لمدة خمس سنوات فقط طبعا انا روحت وحكيت لزوجي وبعدين كنا من سابق من قبلها تقريبا بسنة تقريبا نحن كنا قد اتعرفنا طبعا هذا الموضوع ما حكيت لكم شياته من قبل ان احنا كنا قد اتعرفنا على عائلة عراقية في منطقة شبيش اللي كنا ساكنين فيها وهذه المرة تعرفت عليهم ما دقيت عليهم الباب مثل المرة السابقة لا هذه المرة كانت تعرفي بها بطريقة ثانية طبعا الاخت اللي تعرفت عليها كانت زميلة الدراسة في الكورس حق الالماني كنت ادرس الماني في كورس وكانت هذه الاخت اجت جديدة الى المانيا وتعرفت عليها كانت من العراق وكنا تقريبا في نفس السن لدرجة انحنا كنا اثنتين مدرسات في بلداننا وبرضو كنا مدرسات لغة انجليزية يعني كان فيه تقارب بيننا كثير من ناحية الدراسة التعليم التقافة يعني كثير كنا متقاربين فصارت بيننا صداقة قوية يعني وتعرفنا على بعض وكنا دايما نطلع مع بعض وكذا وبعدين تعرفوا ازواجنا على بعض وصرنا خلال هذا العام اللي تعرفنا عليهم في نفس المنطقة فيش بيش اه اتغيرت طبعا حياتي كثير وكنا دايما نطلع مع بعض المهم هذا الاخ العراقي اللي تعرف عليه زوجي اه قال لنا انه المفروض بعد الخمس سنوات ما تجددون الاقامة ولكن من حقكم انكم تكون عندكم الاقامة الدائمة في المانيا يعني المفروض بعد الخمس السنوات اللي قضاها زوجي في المانيا وانه خلال الخمس السنوات كان يعمل بدون انقطاع كذلك الشيء الثالث انه كان يدفع طبعا الضرائب بما انه كان يشتغل في شركة وكانت تتحول طبعا معروف هنا في المانيا انه الضرائب تتحول من الشركة يعني وكان خلاص عدت عليه الخمس السنوات وخلال هذه الخمس السنوات كان يعمل فيها لذلك كان من حقنا ان يكون لنا الاقامة الدائمة فقال لنا انه هذه قال لنا انه في البلدية قالوا لكم ارجعوا وخلاص انتهت الاقامة حقكم لانه هم عارفين انه القانون يقول انه بعد الخمس سنوات من الاقامة في المانيا مع العمل المستمر من حق الشخص قانونيا انه تكون عنده الاقامة الدائمة هنا عرفنا السر اذا عرفنا ليش كانت تقول لي نحنا ارجعوا على اساس ان نحنا مش فاهمين ونحنا كنا رايحين نبغى بس سنتين على اساس نكمل يعني نفكر انه بيعطون نحنا على سنتين سنتين ففهمنا انه انه هي قصدها انه نروح قبل ما نعرف انه من حقنا الاقامة الدائمة طيب وكيف العمل الان وهي اصرا مش راضية تعطي نحنا الحل فقلنا الصديقنا هذا صديق زوجي فقلنا له قال له زوجي طيب كيف الحل يعني كيف نسوي نحنا نحنا ما نعرف يعني اول مرة نجي على المانيا وما عندنا اي خبرة بهذا الموضوع فقل له من الافضل انكم تنتقلون من هذه المدينة من شبش اللي هي يعني هذه اللي سكننا فيها انتقلوا الى مدينة افضل يكون فيها التعامل مع الاجانب بشكل افضل طيب احنا مش فاهمين يعني ولا عارفين اي المدن طول الفترة الخمس سنوات هذه من احنا قاضينا في هذه القرية يعني ولا اختلطنا بأحد ولا شي ولا نعرف يعني كانت الاماكن بالنسبة لنا غريبة يعني حتى لدرجة انه ممكن مرتين او ثلاث مرات انا سافأ رحت على كل بالقطار رحنا شوية كده جنب الدم وروحنا يعني ما فيش عندنا اي خبرة بهذا الموضوع المهم فكيف سأل يعني سأل له وقال له كيف نسوي فقال له انا بسألك على منطقة تكون افضل من حيث التعامل مع الاجانب فسأل قالوا له انه سأل بعض اصدقاؤه يعني لانه وجده من زمان هنا وكذا سأل اصدقاؤه فقالوا له انه بون هي افضل مدينة اذا خلاص قررنا لانه كان باقل نحن يمكن ستة شهور وبتنتهي الليقامة فقررنا على طول قدمنا كونديجونغ للبيت للشقة وبدأنا نبحث عن شقة طبعا على طول حصلنا شقة حصلناها في بومبويل في مدينة بومبويل لقنا شقة اخدنا شقة طبعا اوسع بما ان احنا كنا عايشين بغرفة وصالة قلنا الافضل ان احنا نلاقي شقة افضل اكبر فاخدنا غرفتين وصالة وانتقلنا الى مدينة بومبويل وطبعا كانت بالنسبة لنا مدينة اكبر وافضل يعني والمهم انتقلنا لهناك وبدأنا في اجراءات اهم شيء يعني كان همنا اهم شيء صحيح ان احنا يعني لما انتقلنا يعني كانت تكلفة علينا يعني تكلفة النقل وتخلصنا من بعض الاشياء وكانت يعني يعني تعرفون مسألة النقل من مدينة لمدينة كيف يكون صعب المهم انتقلنا اهم شيء كان عندنا اهم شيء بالنسبة لنا هالاقامة نحنا نلاقي اقامة في الالمانيا وكمان زي ما قلت لكم انتبهنا الى انه مفروض نقدم اقامة دائمة وليست سنتين هذا ما نبهنا به صديق زوجي المهم رحنا لعند البلدية بعد ما استقرينا وطبعا كان مختلف مختلف التعامل معاهم يعني تسعين درجة يختلف عن منطقة شبش تصوروا اول ما وصلنا ودخلت علىها الصاحب اللي في الراتهاوس وقلت لها انه نحنا نحنا بغى نعمل انمل دونك في بون يعني انتقلنا جديد والله رحبت فينا وقالت انه نحنا يعني اهلا بكم انتم من سكان بون وعطتني كتالوج اثنين كتالوجات عن مدينة بون واش في مدينة بون وعطتني كتيب صغير في تداكر لكل الاماكن اللي موجودة في بون السياحية تداكر مجانية من الدولة يعني اعطتني تداكر المسرح اعطتني تداكر المتاحف اعطتني تداكر يعني اماكن السياحية كلها حتى بيت هوفن هاوس اعطتني تذكرة له مجاني لي والزوجي قالتلي كم شخص منها شخصين فعطتني تداكر لكل الاماكن السياحية وقالتلي هذه هدية من البلدية واهلا بكم في بون والله يعني يعني فارق يعني فعلا فارق كبير المهم اخدت الاشياء ورحنا التداكر ورحنا وزرنا للمتاحف اللي في بون واستانسنا وزرنا المسارح والمتاحف وزرنا بيت هوفن هاوس كله من تداكر البلدية اللي اعطتني احنياته وبعد كم شهر شهرين كده استقرينا شوية وبعدين رحت للبلدية ووديت الأوراق وقلت لها انه يعني نحن جينا علشان الآن كملنا خمس سنوات وجبت لها أوراق العمل حق زوجي والإقامة والجوازات وكل شي وقلت لها جيت علشان الإقامة الدائمة على طول يعني معد سكت معد قلت سنتين ولا شي على طول قلت لها انه انشت الإقامة الدائمة والله بصراحة تفاجأت انها قالتلي اوكي وعلى طول قالتلي يومين ببحث في الأوراق وبنشوف وباتصل بشتليفون وبعدين كلموني وجيت وحطوا لي إقامة دائمة في الجواز وانتهت الموضوع بكل بساطة يعني الموضوع موضوع الشخص اللي بتقابله في البلدية انت وحبك وعلى حسب يعني القوانين حق كل مدينة لذلك هنا في ألمانيا لازم تعرفون انه يختلف من منطقة إلى منطقة اذا كنت تريد إقامة لازم تبحث عن مكان يكون في سهولة في التعامل مع الأجانب انه يعني ممكن يتعاملوا معك يعني بمساعدة يعني يساعدوك وفي أماكن مستحيل يساعدوك أول ما تحسوا انه يعني أنا أنصح اللي يجي ويريد إقامة أو شي أنه يبحث قبل لا يقدم في أي مكان يسأل على هذا المكان هل هادون في هذه البلدية هل يقبلون على الإقامات كيف كيف التعامل معهم لأنه شي مهم جدا أنك تسأل عشان تلاقي اللي أنت تريده فكان هذا السبب أنه أولا نحن انتقلنا إلى بون وطبعا تعرفت في بون على أشياء كثيرة حصلت لي وأشياء وقصص كثيرة خلال العشرين السنة الماضية طبعا أنا بحكي لكم في كل مرة إن شاء الله بحكي لكم على شيء لكي تستفيدوا من تجربتي اللي أنا حصلت لي خلال وجودي هنا في ألمانيا في العشرين السنة الماضية وتستفيدوا منها المهم أنه زي ما قلت لكم أنا أهم شيء إنكم تسألوا على الموظفين كيف تعاملهم مع الأجانب في أي بلدية قبل أي شيء فخلص أخذنا الإقامة دائمة طبعا وطبعا استمرنا في السكن وكانت طبعا هذه أول مرة أجي على بوم بويل وبوم بويل طبعا أنتم عارفين أنها مدينة قريبة يعني مو قريبة بينها وبين بون بون السنترم السنتر يعني بينها وبين السنتر مجرد جسر فكان سهل سهل عليه أني أنتقل يعني أكون أعمل شوپينج أو أطلع لأتنزه في بون في العاصمة يعني العاصمة ألمانيا الغربية سابقا فكان بصراحة بالنسبة لي نقلة يعني نقلة نوعية ما قد حصلت يعني من قرية صغيرة إلى إلى بون ولكن طبعا النقل ما كان برضو سهل يعني ما كان سهل أبدا يعني تخيلوا أنه صحيح أنه صح انتقلنا بس كانت في مشاكل كثيرة واجهناها يعني مثلا نحن لما كنا في هذه المدينة الصغيرة كنا ساكنين في شقة زي ما قلت لكم من قبل أن نحن أخذوها جابوها الشركة استأجروها لحسن سأل زوجي ساعدوه على أساس يأجر هذه الشقة وكانت الشقة مثل ما قلت لكم أنه كانت مكان ألمان وكذا كلهم فيها سكان ألمان طريقة الإيجار اللي كان في هذه الشقة أنهم لما سلموا الشقة لزوجي سلموها عبارة عن جدران حتى الورق الحايط أو الطلاع مش موجود فيها يعني شفتوا الجدران المقشرة كده مقشرة كده وكان حتى اللمبة التريك الضوء ما في يعني دخلنا أو بالأصح زوجي دخل عليه لأني أنا ما كنت موجودة دخل على المكان إيش أقول صحراء يعني فاضية فكان طبعا كنا قد عملنا ورق الجدران وركبنا ستاير وشترينا المطبخ وكنا عاملين وشترينا الآتات كل شيء يعني كان كلها الشقة جاهزة فكان طبعا النقل وكان نظام الشقة طبعا هذا لازم تنتبهولها بحكاية الشقة يعني لما أي واحد ياخذ شقة ينتبه يعني كانت الشقة زي ما قلت لكم دخلناها بهذه الطريقة وكان مطلوب مكتوب في العقد إن إحنا لازم نسلمها بنفس الشكل يعني بنفس الطريقة يعني كان دخلنا للشقة عملنا زي ما قلت لكم ورق الحايط وعملنا اللمبات وكل شي فلما طلعنا قالوا لنا الشركة لازم تبعدون ورق الحايط وتبعدون كل شي وتعطون تسلمون إحنا إياها مثل ما استلمتوها يعني تخيلوا يعني إن تكون الشقة يعني كلها ورق حايط ورق حايط جديد ونظيف ويقولوا لك ابعدوه صعب في حل كان صعب طبعا ومن اللي قام بالمهمة طبعا أنا والله رحت وبللت الجدران قلت لهم كيف شفت الطريقة كيف تستعتمل وبللت الجدران بالماء ونزعت الورق الحايط كله ونظفته ورجعته جديد بس تعبت كثير تعبت على بال ما نزعت كل شي من الجدران وحتى لما اجوا بعدين بعد يوم كده بعد كم يوم اجوا قالوا علشان يشيكوا يشوفوا اذا كان الشقة مثل ما استلمناها او لا طبعا وصلوا والشقة كدها فاضية مغارة دخلوا يتفرج كده لا في هناك في حاجة بسيطة من هنا طلعيها في شوية كده عند الحمام مدري شو في حاجة كده بسيط يحني شي غير معقول يعني اللي يأجر من شركات بهذه الطريقة بصراحة يعني لازم ينتبه فانتبهوا وانتبهوا وانتبهوا تأجرون شقة لازم تقرؤون العقد وتشوفون ايش المطلوب لانه فعلا تعبوني وتعبتي يعني لحد ما قبله يستلمون الشقة رغم انه ما فيها شي بس مجرد انه طلعي الورق بعدي الورق يعني اشياء يعني حاجة بسيطة بس المهم انا بس حاول انا اقول لكم على اسد انه لما تأجروا انشقة انتبهوا انه ما يكونش التسليم زي ما انا سلمتها يعني حاولوا انه تقولون نحنا نستلمها زي ما يعني نسلمها لكم من دون مثلا انه ما نعمل اي شي فيها او يعني افضل المهم احنا استلمناها مغارة ولازم كنا نسلمها مغارة يعني حتى بورق الحايط ما يبغونه ومرت الايام واستلمناها سلمناها من الشقة وعشنا فترة طويلة في بون وانتهت هذا النقل اللي كان بسبب ان احنا نحصل على الاقامة الدائمة والحمد لله حصلنا عليه وانتهت القصة هذه كانت تجربتي بحكاية الاقامة الدائمة والنقل من الشقة الى شقة اخرى والى بلدة اخرى بسبب الحصول على الاقامة الدائمة هذا وفي الاخير ان شاء الله تكون استفدتوا من التجربتي وانا ان شاء الله بكون اعطيكم بعض التجارب اللي حصلت لي خلال الفيديوهات القادمة ولكن لمتابعتي الاشتراك في القناة للدعم وتفعيل الجرس وعمل لايك عجبكم الفيديو وان شاء الله يكون عجبكم وتشيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة